تمكن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومات الشعبية من كسر هجوم لميليشيات الحوثي الانقلابية شرقي صنعاء وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات وأكدت مصادر عسكرية أن ما لا يقل عن 30 عنصر من ميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بنيران أبطال الجيش والمقاومة فيما دمرت مدفعية الجيش وطيران تحالف دعم الشرعية أربعة أطقم وثلاثة عربات وعدد من الآليات والمعدات القتالية وأوضحت أن الميليشيات الحوثي تنفذ هجمات انتحارية تحاول من خلالها تحقيق أي تقدم باتجاه مواقع الجيش والمقاومة في جبهات القتال بمدرية نهم لكنها تتلقى ضربات موجعة وخسائر فادحة في صفوفها وتتحطم طموحاتها أمام البطولات الخالدة التي يسطرها أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية وتخذ قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف دعم الشرعية معارك مستمرة لدحر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على امتداد مديرية نهم شرقي محافظة صنعاء وسط خصائر بشرية ومادية فادحة في صفوف ميليشيات الحوثي